السباق الانتخابي في بريطانيا يشتعل بعد إعلان وزير المالية السابق ريشي سوناك ترشحه لزعامة حزب المحافظين وفشل لقائه مع بوريس جونسون وسط استمرار الانقسامات وسط حزب المحافظين فما مستقبل الحزب وسط هذه الانقسامات وهل ستستمر الأزمة في بريطانيا وما هي فرص عودة جونسون لرئاسة الوزراء ضيفنا من لندن المراسل البرلماني عادل درويش أستاذ عادل اشتقنا لك أهلا وسهلا أهلا بيكي مرشي يعني ريشي سوناك اللي حصل على دعم 130 نائب يترشح رسميا لزعامة حزب المحافظين خليني أسألك بداية أستاذ عادل هل من ينافسوا على ذلك يعني اليوم فشل اللقاء بين سوناك وجونسون يضعنا أمام احتمالات كثيرة نعم هو حسب مكلمات التليفونية اللي عملتها أن أرضى الحد للبرلمان مقفول فطلب عتمد عن مكلمات تليفونية هم 139 نائب حتى الآن اللي قالوا على التليفون هم تقريبا أقل 120 اللي أعلنوا أو 128 اللي أعلنوا بشكل رسمي بني موردانت اللي هي حاليا رئيسة الأغلبية ورئيسة المجلس الملكي القاس يعني لم تحصل أكثر من 30 صوت بوريس جونسون لم يعلن حتى الآن مسألة التداعيات من ذلك هي مسألة غريبة شوية لأن ريشي سوناك قد يتم من الأسواق لأنه طبعا وزير ملايه ماهر اكتسب بعض الشعبية أثناء دعم الكوبيد لكن في نقطة أولى أنه هو أصلا مسؤول عن الحال الملايه اللي أرسلنا لأنه كان وزير الملايه حتى تقريبا شهرين فاتوا النقطة الثانية هذا يأخذني لأتساءل معك يعني إن كان ريشي سوناك أو إن كان بوريس جونسون هو رئيس الحكومة المقبلة ما الفارق هنا في هذا الإطار هل يستطيع الرجلان أو لدى سوناك لربما الأدوات التي لم يكن يملكها لا جونسون ولا ترس في المرحلة السابقة لا حضرتك أن أجبتي على السؤال على السؤال في سياقة السؤال نفسه وهو المسألة الآن إن جزء كبير من المتاعب الاقتصادية التي توجهها البلاد هي خارج سيطرة الحكومة حتى لو جاءت انتخابات جديدة حتى لو جاءت حكومة عملية هي جزء يعني هي عوامل خارجية أكثر من عوامل داخلية العامل الداخلي الوحيد إن طريقة اللي هو وزير المالية على فترة بسيطة واستقال وليزابت تراس إنهم حاولوا يعملوا حكتين متنقلاتين مع بعض في وقت سريع وهي محاولة الحاجة من التضخم ودعم الناس لكن في الوقت نفسه تخفيض الضرائب وده مستحيل الاثنين طعم عفوا ده أخاف الأسواق في شيء شنال قد يتم أن الأسواق فإنه جاي بعد كده وإن هو جزء من لأنه هو طبعا رجل سري جداً وأبوه أو حمان ملياردير أغنى من الملك لكن في النهاية هل هو عنده القدرة أنه يقود حزب المحافظين في شعبية ويتخب الإجابة حسب معلوماتي وحسب معرفتي بالناس لا لأن بوريس جونس هو الوحيد الذي عنده هذه القدرة وده اللي يضع ويمكن هذا ما جعله يا أستاذ عادل يقطع هذه الإجازة ويعود ويقال أنه في عدد كبير من أعضاء الحزب داعمين له في هذه المرحلة لكن ما الذي سيتبدل يعني بوريس جونس هون يمكن الاعتذار هو المطلوب منه في هذه المرحلة هل هي فقط مسألة الاعتذار من تعيده إلى هذا المنصب من جديد شو اللي بأخر ترشحه حتى اللحظة لا هو في نقطة كبيرة أن حزب المحافظين أو النواب حزب المحافظين البرلمانيين تعرف القانون التعدل في 1965 بقى النواب البرلمانيين ويختاروا زعيم الحزب في سنة 98 أعيد تعديل آخر فأصبح النواب الحزب يختاروا اثنين والاثنين دون يؤردوا على القواعد الشعبية على أعضاء الحزب اللي بيدفعوا الاشتراك بتاع الحزب بالنسبة لبوريس جونسون لو عودنا بالذاكرة لدغة شؤور بوريس جونسون لم يخرج أو لم يسقط من الوزارة لأسباب اقتصادية بالعكس أداء بريطانيا كان الأفضل في كل اقتصادية أوروبا نجح في التعامل مع عزمة كورونا لأنه يكون أداء سياسي هو الأداء فقط أنه هو منتهم بتضليل البرلمان بالكسب على البرلمان في مسألة الحفلات اللي كان ريسيس هناك حضر راحت هذه الحفلات بالمناسبة أثناء أغلاق كورونا وأن طبعا الصحافة مؤسسة معت الرأي العام استأدفته بدا هي ما يخشاه الآن كبار أو جعمال حزب محرزين أن عودة بوريس جونسون الصحافة عملة حملة ضده لأن جزء المؤسسة الصحفية عزة تخلص من بوريس جونسون مسألة معقدة وهل باستطاعته أستاذ عادل تأخذني معك في هذه القراءة هل باستطاعته تخطي كل هذه العقبات لأنه اليوم يمكن فشل اللقاء مع صناك يشير إلى خلافات حادة جدا داخل حزب المحافظين وعلى ما يبدو حزب العمال يعني يراهن على هذه الخلافات دون نقطة مختلفة بالنسبة لحزب المحافظين ما يخشى حزب المحافظين أن بوريس جونسون ليس أمامه في الشهر الجاي في لجنة لجنة خاصة في مجلس العموم حساس تجوبه وإذا أثبت أنه ضل للبرلمان متعمدا فبالتالي يفصل للبرلمان ويفقد مقعده والبرلمان وإذا يكون مشكلة فهو في هذا الوقت أصبح يسببه هذا ما يخشى حزب المحافظين بالنسبة لحزب العمال لا يستطيعون إجراء انتخابات لأن دستوريا ليس في قدراتهم إجراء الانتخابات إلا بتعديل النظام الانتخابي صحيح يتطلب سلطة الأعضاء وهو ما عندهم شغل بيضة طب ماذا عن ما ينتظر حزب المحافظين أستاذ عادل درويش هل يتمكن الحزب من تخطي هذه المسألة نحن نغير اليوم يمكن رئيس الحكومة الخامس إن لم أكن مخطئة في فترة قصيرة جدا منذ البريكزيت وحتى هذا العام يمكن هذا هو العدد نفسه اللي ترأس يمكن وزراء بريطانيا خلال السنوات الثلاثين الماضية بالطبع عن حاجة ولذلك فهدوث توريا يستطيع الحزب الاستمرار سياسيا ستطر الحزب في حالة مجي ريش السوناك إلى أجراء انتخابات والاستطلاعات الرأي بتشير إلى تأخر الحزب بتشير أيضا إلى أن الحزب لو خرد الانتخابات الآن بزعامة غير زعامة بوريس جونسون سأفقدها لكن بوريس جونسون جاء بانتخابات وذلك هو مع بعض الطفيل أنا لما قادة منشورة اليوم في جنوان الشرق العوسط بالمناسبة بتشرح كل هذه العليات لمن يريد أن يتابعها لكن أعود مرة أخرى إلى القول بأنه في حالة تولي ريش السوناك المعضلة الأخرى أنه سياسيا وبدغوط أدوات صناعة الرأي العام اللي هي السوشيال ميديا والصحافة سأضطر إلى إجراء اتخابات سيخسر المحرزون لماذا؟ لأن تاريخيا أي حزب قسم على نفسه بيخسر الانتخابات بدون أي استثناء شو الأولويات التي يجب أن تؤكد عليها أي حكومة جديدة أستاذ عادل درويش البعض يرى أنه هذه يعني الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية حكومة طوارئ بالنظر إلى الكوارث التي تعيشها بريطانيا اليوم عشان تكون حكومة طوارئ لابد للأحساب المعارضة التي هي أحدك تانع بكرة وبعده وتحاول أن تطرح برنامج لسحب الثقة من الحكومة وهذا لا تستطيعه بسبب أغلبية المقاعد إلا إذا أثبتت فعلا أن في حالة طوارئ تتقدم لجلالة المالك بحال البرلمان أو بتشكيل حكومة التلاتية ودي ما حصلتش إلا في ظروف الحرب العالمية الأستانية حكومة وحدة وطنية أعتقد أن من النحية الدستورية هذا أعمل غير وقت لكن من النحية السياسية أمام أي زعيم جديد الآن توحيد صفوف حزب المحافظين تغيير الخطاب السياسي لمحاولة تهديئة الأسواق وتهديئة الصحافة وسائل صناعة الرأي العام وأعتقد أن ذلك أمر صعب جدا إلا إذا جاء ما قلت بوريس جونسون ودي حتكون برضو مشكلة كبيرة لأن معرفتي بوريس جونسون أنه لن يرشح نفسه إلا إذا ضمن الأصوات لأنه شخصيا يكره الخسارة هو لا يتقدم إلا تتمكن إلا يتضمن الفوز المستقبل ممكن الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا ذلك شكرا جزيلا للمرسل برلماني عدل درويش على المشاركة معنا من لندن شكرا جزيلا للمرسل برلماني